السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وازايكم يا ربكم بخير النهاردة هنعمل القرص محشية عجوة شكلها حلو جدا وجميلة وهنشكلها بكذا شكل عندي هنا عجوة طبعا عملاها بالزبدة وعندي كيلو دقيق وعندي كباية لبن وعندي كباية ونص زيت وزبدة يعني نص كباية زبدة ومع كباية زيت وعندي هنا رشة قرفة طبعا الكباية الشاي هنحطها في العجوة وهنحط شوية كمان في الدقيق هنا كيلو دقيق وعندي كمان بضاية والخميرة زي ما انتوا شايفين كده انا حطيت نص كباية لبن على الخميرة معلقة خميرة ومعلقة سكر هضيف عليها دلوقتي بيضة عشان يبقى كل الحاجات السيلة في قلب البولة الصغيرة دي قبل ما نزلها في الدقيق هضيفها على الدقيق وهحط كمان كباية الزيت مع نص كباية زبدة سايحة على الدقيق وهخلطهم كويس جدا هتبقى كباية الزيت زي كباية الشاي ونص كباية الزبدة طبعا كباية الشاي عشان انا اضفتها حطيتها على الطبق دوت وكنت لسا مسيحيها ودي كباية لبن هعجينها كويس جدا وهحط باية اللبن زي ما انتو شايفين كده انا خلطت العجنت العجينة كويس جدا وهسيبها بقى غطيها واسيبها تخمر طبعا هنا ما شاء الله العجينة سيبتها خمرت وكمان بعد ما هنشكلها هتخمر تاني هبتدي اشكل العجينة زي ما انا قلت لكم العجوة حط فيها عملها بالزبدة ويحط فيها القرفة بتدي طعم حلو قوي زي ما انتو شايفينها كده احنا هنشكلها بطريقة حلوة جدا هنعملها بقى اشكال حلوة ان شاء الله هتعجبكم زي ما انتو شايفين هنعملها بالطريقة دي هعمل معاكم واحدة تاني بنفس الطريقة هقفلها كويس جدا وبعد كده هابقى اعملها بالسكينة هنفتحها بالسكينة طريقة سهلة جدا وبسيطة زي ما انتو شايفين كده انا عملت صاج اهو وطبعا هنسيبه يخمر شوية كمان وردينا هنا هتبتدي تشكل معايا هتعمل شكلي تاني وانا كمان هعمل معايا ايه عايزة تعملها شكلي الدفيرة انا كمان عملتها زي ردينا اهي فببتدي ايه اعملها وفتحها من الجنيب ردينا بتدي تاخد واحدة من الشمال واحدة من اليمين اهي عشان تشكلها زي الدفيرة بالزبط وانا كمان عملتها زي ردينا زي ما انتو شايفين كده شكلناها الدفيرة هنكمل بقية العجينة اللي معينا وردينا كمان عملتها هاي بقيت شكلها حلو قوي عندي هنا آآ ربع كباية لبن شوية صغيرين مش كتير هحط عليهم بيضة وهحط عليهم رشة آآ ارفة لو انت حابة تحطي رشة فانيليا آآ هتبقى حلوة جدا عشان بس الزفارة بتاعت البي ما شاء الله لما عملت الفطير ما كدش زفرة خالص وكاية جميلة جدا هخلط البيض كويس جدا مع اللبن وهجيب الصاج وهدهن الفطير بتاعتي بالبيض واللبن وردينا هتحط دلوقتي السمسم وكده هنبتدي بقى ندخلها للفرن ونغبزها بصوا شكلها عاملت زي حلوة او زي ما انت شايفين كده بعد ما خبزنا القرص بتاعتنا بقت بالشكل ده بجد تحفة تحفة ومقرمشة كده من برة وطرية من جوة جميلة جدا بجد انا مبسوطة جدا لانا بعمل حاجة في البيت احسن كتير من برة يارب يكون النهار ده الفيديو عجبكم ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا